انا عندي ثقة فيك كيف حد يقول لك هكذا كيف تحس فرد وقت تحسها حاجة به وزادة مسؤولية على خطر ثقة بصيف ما تتعطى وخاصة خاصة تحل ببين في معاملاتك مع الشخص الذي يعطى ثقته فيك معاملات كلمة مهمة والمعاملات التي تنجم تصير ما بين شخصين وإلى مؤسسين هي المعاملات المالية ولا الاقتصادية بصفة عامة في الفيديو هذا نفهم مع بعضنا كيف حالة ثقة لا يوجد اقتصاد طور نقلت الحومة جديدة وتحب تشري من عند خضار الحومة أو المرة واخذت من عنده كيلو بصال وانت مروح تفيق العطار رجع لك 100 فرنك ناقصة صحيح ليس برشة اما فما الشاي بش يصير في مخك العطار هذا غشيش وعلى 100 فرنك ضعت الثقة الفكرة هذي بارك تخليك معا تحب تمشيله تقول الجيرانك اللي ما لازمهم مشيوله العطار منشيرة بش ينقص له ما تقول وانتي منشيرة اخرى بش تولي تمشي ابعد وتخسر فلوس وتخسر وقت جوست بش تشري قضيتك وحركة اقتصادية صغيرة بكلها تنقص على خاطر ثقتك في العطار تحت باه تصورت واخلطت عليك العطار ويقول لك سمحني اخويا راك نيقص 100 فرنك متأكد انك بش تولي منهارتها حريف مضمون بالحكاية هذه عرفنا الثقة بجزء منها اللي هو النواية يعني الشفافية والعدالة لكن الثقة تشوفها زادة في الكفاءة والقدرة على التنفيذ مهما كانت نية الخضار اذا سلعتوا باهة ولا ديمة تلقى عنده الخضرة الكل ترجع له والعكس بالعكس اذا الثقة تتبني على حاجتين النواية والكفاءة المثال هذا التبقناه عليك انت والخضار تصور طوال الحكاية هي بيدها تطبقها عشرات وميات المرات في مجتمع بكله والحركة الاقتصادية الصغيرة تعودها كيف كيف عشرات وميات المرات تشوف امباكت على اقتصاد المجتمع لكله كل ما فما ثقة بين مختلف مكوناتها المجتمع كل ما فما حركة اقتصادية وكل ما تنقص الثقة كل ما الحركة الاقتصادية تنقص الكلم هذا ليس نظريا كهو لكلنا نعرفوا قداش المجتمعات لا تشبهش في قداش اطرافها عندهم ثقة في بعضهم كي تسئل السويديين 62% عندهم ثقة في بعضهم الكوريين مثلا 33% والبوليفيين 8.5% وكل بلاد عندها نسبة ايجا توا نعمل وطلب على نسبة الثقة المتبادلة في كل بلاد كل ما تطلع كل ما الناس عندها ثقة في بعضها وتوا على قداش الدخل الفردي متاع كل بلاد كل ما تمشي على اليمين كل ما تطلع وتوا نحطوا بلدان العالم الكل البلدان العربية عوكم بالأحمر لهذا شي حاجة في اغلب الحالات الدخل الفردي ونسبة الثقة مرتبطين ببعضهم نوعا ما وهذا ليفسر اللي البلدان اللي ممكن انك تخلص واحدك في مجازين وتخرج اقتصاديا لبس عليها اكثر من البلدان اللي فيها لازم تعدي بارشة وقت تعمل تعريف باللمضة جيد على خاطر الناس اقتصاديا شكرا شكرا الكلام هذا لا يتطبق على الافراد يتطبق على المؤسسات خاصة أو حتى عموميا تصور شركة جديدة تعمل في السوق الشركة هذه اعطيت وعود كبيرة لحرفيها اذا الشركة هذه موفيت بوعودها هذا يمكن ان يؤثر مشكلة على المبيعات كهو اما زاد على الاستثمار الثيقة تولي عامل مهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية اذا حد معادي يشري ولا حد معادي يستثمر الشركة تسكر واذا المشكل يضرب قطاع كامل تصير مشاكل اكبر برش هذا مثال الازمة المالية العالمية من 2008 البورصات الطائحة والاقتصاد العالمي واقف هذا الكل صار على خطر الناس فقدت الثيقة في البنوك المؤسسات المالية ماذا؟ بعد ما البنوك بدأت تبيع في خدمات بنكية معقدة وفيها ريسك بدأت تعطي في قروض للاشخاص اللي ما عندهم قدرة على خلاصها على امل ان اسعار العقارات تقعد ديما تطالع وكانوا البنوك يبيعوا للمستثمرين في القروضات هذه في وسط خدمات اخرى وما كانواش واضحين فيما يخص المخاطر والريسك ومع الوقت الازمة بدأت تتفيقم كي اسعار العقارات بدأت تطيح والناس فقد بالحقيقة فقد الثيقة في البنوك والمؤسسة المالية اللي كانت تتعامل معها الناس بدأت تسحب في فلوسها والمستثمرين بدأوا يبيعوا في كل شيء وهذا اللي خلى البورسات العالمية لكلها تنهار وأغلب البنوك فلست والبقية سمعتوا بها عالم أجمع ضرب الحكاية هافية لكن ثيقة في الاقتصاد ما تقفش مع الأشخاص المؤسسات تطورتوها اللي تسمع لي فما اللي لا يقدر مشكلة كبيرة جاية ولأنك تعتقد أنه الأيامات الجاية بش تبدأ صعيبة شنية أول حاجة تخمن فيها؟ أكيد كيفاش تضمن مستقبلك وتولي تصرف أقل تخبي أكثر وتاخو أقل ريسك الثيقة في المستقبل عندها دور كبير في الاقتصاد نتطور عندك فكرة مشروع صغير وتخمم أنه الظروف الاقتصادية لتدور في الحالة هذه تتردد وتبطل وما تبدايهش المشروع على العكس إذا كنت واثق من المستقبل تبدأ المشروع بحماس وندفاع الثيقة هذه هي اللي تعطيك الجرأة بش تاخو خطوات كبيرة وكيما في أول الفيديو تصور لي برشة ناس كيفك يخموه ويتعاود المثال عشرات ومئات المرات في مجتمع كامل أفرادا ومؤسسات إذا فما ثيقة في المستقبل الناس تشري وتتجر وتستثمر وعجلة اقتصادية كاملة الدور وإذا لا العجلة الكلها تقف لا حد شي حاجة وعمرنا ما تحدثنا على هل الثيقة هي مبنية على حاجة صحيحة أو غالطة الثيقة مبنية على المعنويات إذا ثيقة موجودة ومهما كانت الوضعية بها أو خائبة بالحق الناس تتصرف بطريقة تخلي العجلة الاقتصادية الدور وتبدل الوضعية حتى لو كانت في الاصل خائبة والعكس زادة صحيح الثيقة هي أساس كل عالقة ناجحة سواء كانت شخصية ولا اقتصادية وممكن حتى نقارنوها بالزيتم مع المحرك الاقتصادي كل ما تزيد الزيت كل ما المحرك يدور أحسن وإذا عجبتكم الفيديو إن شاء الله توليوا عندكم ثيقة في محتوينا وما تنسيوش تعملوا لايك واشتراك في القناة ونتقابلوا في فيديوهات أخرى بش نواصلوا ونحكيوا على مواضيع تهم الاقتصاد والمجتمع اشتركوا في القناة